اتهامات متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي بإفشال اتفاق الرياض ومحاولة كل طرف تحميل الآخر مسؤولية التعثر وزير الخارجية محمد الحضرمي حمل الانتقال مسؤولية رضي تنفيذ مصفوفة الاتفاق التي تم توقيع عليها مؤخرا وقال أن لدى الانتقال نوايا مبيتة لإفشال الاتفاق وبالمقابل اتهم الأمين العام للمجلس الانتقالي أحمد لملاس الحكومة بالمماطلة في تنفيذ انسحاب الألوية العسكرية في محافظتي أبيا وشبوهة تبادل الاتهامات هذا خلاصته أن تنفيذ اتفاق الرياض عاد إلى النقطة الصفر مجددا وأن الحديث عن مصفوفات وآليات تنفيذ ليس سوى محاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولكن ما الذي لا يزال بالإمكان إنقاذه عمليا تقول المعلومات الميدانية أن الانتقال نقل الأسلحة الثقيلة التي دعمته بها الإمارات وتلك التي نهبها من معسكرات الجيش إلى محافظات خارج عدن بدلا من تسليمها للجان المخصصة تنصت عليها مصفوفة الاتفاق الأخيرة تصدر الحكومة بيانات تنديد وتصريحات تحميل المسؤولية لكن السؤال ما هي الأوراق التي بيد الشرعية اليوم بعد أن أصبحت عدن تحت سيطرات الانتقال تتكئ الشرعية على شرعيتها القانونية ويتكئ الانتقالي على سلطة الأمر الواقع فيما تحاول السعودية البقاء على مسافة واحدة من الطرفين وهي الطرف التي حملها البعض مسؤولية تسليم عدن الانتقالي خلال أحداث أغسطس الماضي لم يعد خافيا تبني التحالف لسياسات تفتيت اليمن عبر محاولة شرعانة وكلاء محليين وتعظيم مكاسبهم على حساب السلطات الشرعية وعلى الرغم من كل الشواهد التي تؤكد ذلك لأن شرعية تصر على المضي وراء الرياض منتظرة الحصول على نتائج أفضل إنه خيار العاجز يقول البعض لأن آخرين يرونه خيارا انتحاريا جر الشرعية ذاتها إلى مربع التحلل والنهاية التي ترتسم ملامحها بشكل مأساوي منذ أكثر من أربعة أعوام